تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وقد أعرب معالي رئيس مجلس الشورى في البرقية عن بالغ الشكر ووافر التقدير والاعتزاز لتشريف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب وأشاد بما يليه سموه من بالق الاهتمام والدعم المستمر لأعمال مجلس الشورى وتعزيز وتوثيق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما ينهض بالنهج الديمقراطي لمملكة البحرين ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة وأشار الصالح إلى أن نهج الحكومة المساند لمسيرة السلطة التشريعية يؤكد دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهود من أجل رفعة مملكة البحرين الغالية وترسيخ مبادئ الديمقراطية لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين وحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات والتطور والنماء لمملكة البحرين وأكد معاليه تطلعه وعضاء مجلس الشورى إلى البناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات في مسيرة العمل الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفجة رعاه الله سائلا الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة والعافية